دايما ابتدينا البرنامج بتكلم عربي انحنهي بتكلم عربي واسأل حضرتك سؤال فرعي انت تسمعي مهرجنات تسمع حمو بيك تعرف حمو بيك اسمع يعني لكن ما اسمعتوش بيقول الكلام اللي بيقولوا ده اسمعت طبعا اسمعت شكوش وعمر كمال اسمعت طبعا اغانيهم لهم اغاني لطيفة برضو الاولاد بيسمعوهم في البيت لا يعني الولاد خلي بال حضرتك ان الولاد برضو انا بعتبرهم جيل تاني وتالت لان هما في الخارجية عاشوا بره كتير عاشوا بره فبحاول ان انا يعني كل شوية عرفهم اكتر واكتر قصد الاغاني دي مش هتأثر على اتكلم عربي مش هتأثر لانه احنا بنتكلم او بنتصدى لحملات طمس الهوية زي ما انا قلت وبالتأكيد عادتنا تقاليدنا مبادئنا قيمنا وزوقنا طيب بعيدا عن انك تكملي مشروعك بتحلمي بايه الحلم الكبير في واحد وعشر باحلم منه اولا عندي احلام شخصية لأسرتي ايوا فدي حاجة يعني مش هتطلقين عليها لا بالعكس يعني لأي كل ام حاب ان انا يعني اشوف اولادي بالصحة كويسة ومستقبلهم يعني رائع اشوف يعني احفادي بتأكيد دي احلام خاصة بيا انما احلامي للدولة طبعا يعني مزيد من النجاحات مزيد من التصدي لكل التحديات اللي احنا بنشوفها الحروب احلامي كوزيرة للهجرة انه ان شاء الله الوزارة تستمر والوزير او الوزيرة اللي حيجوا بعد ويمسكوا هذه الوزارة حيلاقوا يعني ميراث حلو قوي يقدروا كمان ان هما يطوروا عليه انما بتمنى الخير للجميع وان شاء الله ان شاء الله مصر يرفع عنها الوباء ودي من طبعا من قومياتي يا رب يا رب شكرا لكم